موسيقى سعيدة وقتكم اهلا وسهلا فيكم اليوم رح نعمل مع بعض البوضة بالموز كتير كتير بسيطة وسهلة وجدا طيبة وقت تكون تجربوها عندي هون انا خمس موزات عندي حليب مكسف هذا الحليب رح استخدم منه ثلاث معالق بس وعندي عصير ليمونة او عصير بردقان يعني بسير يعني ليمون او بردقان حتى ما يسود عندي الموز هاي هي كل المكونات هلا رح قطع الموز وارجيكم شرعة تشتغل سوا انا قطعت الموز بشكل حلقات وفي هالشكل هذا هلا بدي ضيف عليه الليمون مثل ما قلت لك اذا عندك بردقان كمان بسير هاد الليمون هلا هو بدي خفل بشوي من الحلة اللي انا بدي حطه لان انا بدي حط حليب مكسف كمان معه بعد ما بجمدن هاي هلا انا بغطيها وبتركها تقريبا شي ساعتين او ثلاثة بالفريزر يعني بالمجمدة وبرجع بعدين بطالعها وبخلطها وبارجيكم كيف رح نشتغل مع بعض بس بدي لكن شغلي قبل ما حطوه بالفريزر هلا انا حطيت الليمون رح تلاقي نزل صار بالسفل يعني يجمع هون يعني رح يجمد هون فانتي بالفريزر بعد شي ساعة حركيهم بس لحتى اذا لقيت بمسك طبقة صغيرة من الليمون تطلعت رد على الوجه يعني تتجمع كلها فوق مع بعض لحتى وقت نطحنوا يكون اسهل شغلنا هلا بعد ست ساعات انا تركتها لانه بعد اربع ساعات فتحتها لقيتها موجمدانة شايفين هلا كيف هيك صارت عندي جامدة انتي اذا بدك بتخليها لقبل بيوم يعني بتحطيها بتخليها لتاني يوم وبتشتغلي فيها هلا هاي رح نحطها بالخلط وبارجيكم كيف رح نكمل شغل مع بعض انا حطيت نصف الكمية لانه عندي هاي صغيرة رح حط كمان شوي قدر معلقة تقريبا من الحليب حطها منهجها لانه ما حط كل الكمية فالشكل هذا و هلا بخلطون بالخلط و هلا بخلطون بالخلط هلا بعد ما عملتون انا بالخلط رح ارجيكم كيف صار قوامة شايفين كيف محلاها هلا انا رح كمل كل الكمية و ارجيكم اياها بعدين كيف رح يكون شكلها انا بعد ما انتهيت منها كلها صار قوامة به الشكل هدا رح ارجيك كيف قوامة هلا لانه انا خلطت بالخلط ف بتلاقيها ساحة شوي ف انا حطيتها بعلبة رح غطيها ورجع احطها كمان بالفريزر تقريبا شي ساعة و ارجيكم بعدين كيف رح نسكبها و تكون جاهزة هلا من بعد ما طلعت انا البوزة من البرات صارت به الشكل هدا او من الفريزر رح ارجيكي قوامة كيف شايف كيف انا ما استنيت عليها لتجمد كتير هو اصلا محا تجمد معاك كتير هدا هو شكلها هلا رح وزعها انا حطها بالصحن و ارجيكم كيف شكلها هاي البوزة فيكي تعملي يعني كمان غير الموز فيكي تعملي الفريزر به الشكل هدا ممكن الدراء ينعمل به الشكل هدا ان شاء الله رح نعمل كمان ايس كريم بغير فواكه وبارجيكم كيف شكلوا النهائي للايس كريم تبع اليوم بتمنى يكون عجبكم اهلا وسهلا فيكم لا تنسوا تتابعوني على قناتي مطبخنا السوري